الخلية العصبية هل سألت نفسك من قبل كيف تشعر، تتعلم، تتذكر، تجوع، تنفعل، وغيرها من الاستجابات وردود الأفعال التي تتعرض لها يومياً؟ إنه الجهاز العصبي، ذلك الجهاز الهم في جسم الإنسان، والذي يعمل بانتظام مسؤولاً عن تحليل الإشارات العصبية من أعضاء الحس وإرسالها إلى أعضاء الاستجابة. يتكون هذا الجهاز من شبكة مترابطة من الخلايا العصبية والتي تعتبر الوحدة البنائية له، لكن كيف يتم نقل الإشارات عبر هذه الخلية العصبية؟ هذا يعود للتركيب المنظم للخلية، والتي تبدأ الإشارة رحلتها من الشجيرات العصبية، والتي تستقبل الإشارة في الخلية، ثم تحولها لجسم الخلية. أما جسم الخلية فهو أكبر جزء في تكوين الخلية، والذي يحتوي على النواة والسيتوبلازم، وفيه يتم إنتاج البروتين والطاقة لأداء وظيفتها. ثم تصل الإشارة لامتداد خلوي طويل يسمى بالمحور الأسطواني، والذي يعتبر الممر الرئيسي للسيالة العصبية من جسم الخلية إلى نهاية مسار السيالة العصبية داخل الخلية، وهي النهاية العصبية، والتي تقوم بنقل السيالة العصبية القادمة لها، وتوزعها عبر المشبك لخلية عصبية أخرى. وهكذا يتم انتقال الإشارات عبر الخلايا العصبية لتصل بك في النهاية للتحكم في العضلات الإرادية واللا إرادية في جسمك.